موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسلم بكم معكم ورحمة الله وبركاته احد الاشخاص تواصل معي عن موقع اما جبرو الراجل لي فلوس كتير جوه الموقع وقال لي ان انا مش عارف اخد لحق ولا باطل ده رقم واحد رقم اثنين قال لي ان في حد تواصل معي وقال له ان ممكن يرجع له الفلوس بتاعته ان هو هيعمله زي يعني نظر نولد تحقيق وهيعمله يقدر يجيب الفلوس الكلام كده يعني كتير المهم نصب عشان نهاية الموضوع فحاليا الناس اللي هي في ام جبرو فيه ناس سنة بتاعت تشتغل عنهم نصب يعني انت لو دخلت على هتلاقي ان فيه ناس كتير بيقول ان هو رجع الفلوس بتاعته وممكن ترجع الفلوس عن طريق انك انت تتكلم فلان او تتكلم علانه وده هيرجع لك الفلوس طبعا كل دول نصابين الهدف منهم ان هو بيقولك انا هقدر رجع لك الفلوس لكن محتاج رسوم محتاج ما الى ذلك وهيقلبك فرشين وبعد كده نش هتاخد ولا مليون طبعا ام جبرو بولدنوي انا كنت اتكلمت عليهم قبل كده وقلت ان الموضوع خلاص منتهي لانه موضعهم نفس طريقة اي اي ماركتنج شركة كانت نصابة شغالة عن طريق البونزي اللي هو بتدخل ناس مكان ناس قلنا الكلام ده قلنا ان اه ام جبرو ملهاش اي اه وسيط ملهاش اي شغل في الفوركس مش زي الناس مفاكرة ملهاش اي بروكر وده على فكرة نفس دايزي دايزي برضو بتقول انها شغالة في الفوركس وما الى ذلك ولكن غير معروف الوسيط اللي الشغل معها وبنان عليه دايزي على نفس النهج يعني دايزي طولت او اثرت الناس اللي في دايزي خلوا بالكم هتبقوا في نفس موقف ام جبروه جولدن واي فدي نقطة ونقطة تانية الناس بتقول لي انت دايما كلمك سلبي انت بتديش امل انت مش عارف ايه انا مش مطالب ان انا طبطب عليك وان انا اعمل لك البحر طحينة عشان خاطر انت ترتاح نفسينا وفي الاخر برضو النتيجة في الاخر ان فلوسك هتنصب عليك فيبقى انا كده انا ضرر يعني انا لو تبطبط عليك يبقى انا بضرك مش بنفعك انا بقول الكلام حقيقة واحدة يعني في الوش عشان تبقى اعمل حسابك على اللي جاي تلحق تطلع بفلوسك تلحق انك انت تشوف امورك اوكي انت مش مسد كلام برضو اوكي عايز تكمل في دايزي عايز تكمل في الشركات اللي انا بحذر منها كامل ما فيش مشاكل بس لما يحصل بعد كده ان الشركة تقفل واجهوا لك انا قلت لك بجيش تقولي لا انت جايش همتان فيها انا مباشمالش في حد ولكن علينا التحذير لان احنا او الناس اللي زي اللي بتراجع مواقع مش بتبقى بتتكلم وخلاص احنا قلنا بيبقى في حاجة انت الشركة ليها ترخيص الشركة شغالة فعلا ولا شغالة بونزي يعني بنقيم الموقع على حاجات كتير فحاجة زي اه ام جبروح حذرنا منها جولدن وين انا شايف ناس كتير بتتكلم على جولدن وي وام جبروح ان في اجتماعات في شهر التمانية وان 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 يا اخوانا الموضوع انتهى المرة مش عارف الكام الموضوع انتهى هتفضلوا تتكلموا على ميدة طويل زيها زي اه ماركتنج اي 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 وفي الاخر ماركتنج اي 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 وفضل السنين واستنوا وفاليداس وبردو كان فيه شركة تاني اللي مش فاكر اه فيه شركة تاني برضو كانت اه مشهورة اوي مكتاب طلع مع ماركتنج اي 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 الشركة دي برضو انا حذرت منها وقاعد يقول لك دي شركة مالت ناشونال ومستحيل وفي الاخر الشركة راحت افلت فالكلام الشركة تعمل دعاية تطلع لك تعمل مؤتمرات اه تأجر مكاتب زي ما عملت جولدن وي في الامارات اه كل الكلام ده انت ممكن تنبهر به لكن كبزنس الناس اللي فاهمها في البيزنس مش بتنبهر به لانه فاهم ان دي كلها اه عملية ناصب طيب سريعا عشان بقى الوقت اه ام جابرو انتهت للابد واللي يقول غير كده معلش ما احترام لكم اللي قولك رئيس الشيرمن ورئيس البتاع من الاخر الناس دي اسهم عليها هتقفل وتروح تعمل شركة ناصب جديدة اسهل لهم من وجع الدماغ يعني هياخدوا فلسكم ويتقلوا يعملوا شركة ناصب جديدة او ان كانوا مثلا فلسوا فهم فيش في قدهم حاجة فبرضو ايه سمجل وابتدهم من اول جديد في اي حاجة تاني في كل تحالتين معهم فلس ام كانوا مش فلوس لانهم مش مiesفدين برجوع الفلوس لاناس هجي Авمال قطع هيرجع ارباح وهيرجع يا رأسي هل هو مش مiesفد حاجه انه يرجع دلوقتي يرجع ليه هو من الاول ناصب فكده دارك نوع جاب بالنسبة لجولدنوي والاناس اللي بتتكلم عنها جولدنوي جولدنوي العالم كل دلوقتي الدهبش قلبازاته ولكدة انه كانت بتشتعب في الدهب ولا كانت بتدع ارباح الدهب لان كنت قلنا ان جولدنوي الارباح اللي بتديها عاية جدا ياسمو كانت شب السادة وتقول لا ده جولدنوي الكويسة ده عندهم مناجم دهب في فرنسا في افريقيا اهي مناجم الدهب افريقيا دلوقتي كلها على صفحيح نساخد يعني النيجر ومش عرفيه وقلبه على فرنسا وكذا دولة قالت احنا هنوقف تسزيل الدهب حتى لو جولدنوي كانت ناوية ترجع خلاص انسا انها ترجع يعني لو هنفطرت حسن انها ان جولدنوي راجع على الوضع الحالي اللي بيحصل الاقتصاد والعالم فجولدنوي مش راجع وقوم الجبرون يحصل قصة فبلاش انا بشوف فيديوهات اه رئيس مش عارف اجتماع ايه ده بعته رسالة ده هيعمله اجتماع وانا متفائل خير وهيشوف الشركة هرجعه فلوس ازاي اص جولدنوي واقفين مع العرب انهم هيعملوا الماتريكس ولا مش هعملوه والعرب مش هايزة تعمل الماتريكس كلام كله لا يمتق احنا بنتكلم في القشور المشكلة الحقيقة ان الشركتين وقفوا يدفعوا عايزين بقى يعملوا متريكس عايزين يعملو شقلبازات انت بتتكلم في حاجات فرعية الشركة تبتدي تدفع الفلوس وبعدين نبقى نشوف هما هين يعملوا ايه لكن ما فيش هو عمال يقولك اصلا اعمل متريكس اصلا طب انتوا تعملوا اداعات الاول دول نصابين وفلسوا عايزين يصحبوا منكم فلوس تاني نهاية الكلام مش عارف احنا نتكلم فيه يعني لما حد يجي لي يقول انا في واحد يعني عايز فلوس عشان ارجع فلوسي دي طريقة من طرق النصب الناس مازالت متمسركة بالامل الفلوس ترجع ده حققه لكن ما تخليش حد ينصب عليك تاني مفضلش انا كل شوية رامي مداني في اجتماع الشهر الجاي في اجتماع الشهر اللي بعده اصلا هيعملو مش عارف ايه ويبقى مسلا يقولك اصلا الشركة كويسة استثمر فيها هيبقى ليها مستقبل وهي انتهت فعشان كده خلوا بالكم من الاوضاع تاني ام جبرو في الوضع الاقتصادي الحالي مستحيل يرجعوا اي حد يقول اي كلام غير كده حقه ان يقول هو عنده معلومات بيجيب معلومات كل الكلام ده مش هقول ان هو اللي بيكذب ولكن اللي بيدي له المعلومات بيكذب عليه وبيشتغلكم الشركات دي مش راجعة تاني ومستحيل انها ترجع في الوضع الاقتصادي الحالي. خطوا تحت كلمة الوضع الاقتصادي مليون خط. وقلنا الدهب في افراقيا في دلوقتي ان شاء الله بازاتو الدينية مقلوبة. وفرنسا عدها مشكلة في الدهب واليورانيوم في افراقيا واحتمال تدخل في حروب. فانسا ان اصلا يكون الشركة زي بيقولك ان عندهم منجب مع ان الكلام ده كده. لكن حتى لو كان عندهم منجب فخلاص الموضوع انتهى. ده غير انهم كان في فيديوهات وفيه الكلام انهم خلاص سبوا دبي بالشكل نهائي. اضطروا الفعل اجارات وخلاص الموضوع انتهى. وفيه ناس كتبت ان فيه مرفوع عليهم اضايا في دبي. فالموضوع منتهي. الموضوع منتهي. ما تحطش نفسك في امل كبير. تاني. فلوسك ضعت. ربنا هواضع عليك. شوف اللي غيره. انت هتقول لي ما انت عملت اتكلم وبطلش. قلت والله حاجات كتير. بس الناس مش بتركز وهي عايزها حاجة معينة. خلاص انا تعودت ان اخش جولدون ويه اخد سبعين في المائة شهري مثلا. يبقى انا عايز سبعين في المائة شهري. اقل لي من سبعين في المائة يبقى مش هادخل. قلنا فيه باني ناس فيه تعديل عملات. قلنا ممكن تخش تعمل تسويق الالكتروني واتكلمنا كزا مرة. قلنا فيه حاجات كتير جدا ما فيهش مخاطرة ممكن تسميها فلوس. لكن انت ظهرك ان حاجة زي كده ترجع مش هترجع. وانت بتضيع وقت لا منك كسبت فلوس ولا منك رجعت اللي فات. فارجوكم تاني سبكم من الاوهاب انزل على ارض الواقع شوف انت تقدر تعمل ايه. امكانياتك تعمل ايه. واشتغل. مش عايب انك تشتغل. مش عايب انك كان معك فلوس وراحت. وفلس دلوقات انك انت تشتغل وتسوق وتخش تعمل تسويق عشان خاطر تترجع رأس مالك وتبتدي تعمل شغل صح. اشوفكم ان شاء الله حلى جديد و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.